عشرات الآلاف من أشجار الأرز الأطلسي جفت منذ سنوات بالحضيرة الوطنية باللزمة بباتنة لكن بقاؤها دون تطهير الغابة منها زاد من انتشار الحشرات الضرة التي وسعت أكثر من رقعة الجفاف حدثنا أشجار حتى يقوم بردء وطول في السعادة كل هذه الأعداد الهائلة من الأشجار الجافة كان يمكن قطعها وبيعها خاصة وأن خشب الأرز الأطلسي من أجود أنواع الخشب في السوق العالمي نطلب من سلطة الإسرع في تسيد المشروع هذا تطهير الغابة لأنه راح خسارة كبيرة للخزينة العمومية التطهير تعوي ساهم في خلق مناسب شغل لولاد المنطقة لشباب المنطقة وثانيا الاستفادة من الخشب تعوي لأن الخشب تعالى للسادر من أجود أنواع الخشب في العالم مادة أولية تليق في البناءات البيئية وفي نفس الوقت هي مادة قريبة في المكان تستغل محلية وتلئم البيئة في الدورة البيولوجية للمنطقة يذكر أن بقاء هذه الأشجار الجافة دون قطع سيؤدي إلى انتشار حشرات ذرة تتسبب لمحال في جفاف ما تبقى من شجرة الأرز الأطلسي أو غيرها